السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب ويا اولياء الامور يا رب تكونوا بخير كلمتين مهمين جدا جدا قبل النتيجة بتاع التالتة سنوي اللي خلاص فضل عليها ساعات قليلة جدا 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 طيب اولا كده شباب انتم والله 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 عملتم اللي عليكم في سنة اقل ما يقال عنها انها سنة مميتة وقاتلة لا يتحملها بشر او انسان طبيعي ولو انت معد منها سليم وسوي نفسيا ما عندكش امراض مرحتش كشفت عند طبيب نفسي ما حصلت لكش مشاكل في حياتك جمدة جدا انت بطل والله انت بطل انا دايما جماعة ببارك للناس اللي خلصت تالتة سنة عشان هي خلصت مش عشان المجموعة طبعا لو المجموعة بقى كويس الحق يعني ربنا يكرمكم يا رب هبارك لك اكيد لكن كون انك خلصت تالتة سنة والسنة دي فمبارك ليك فانت عملت اللي عليك تمام بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صديقي ربنا ما قالش وقل انجحوا وقل اطلعوا من الاوائل خالص ربنا قال وقل اعملوا وانت عملت اللي عليك خلص فانت نفست الوصية فالنجاح والمجموعة واللي هيحصل الساعات الجاية ده قدر بتاع ربنا سبحانه وتعالى انت لا عليك الا الرضا تمام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكبر بخطرك ويوصلك لللي بتحلم به وتجيب المجموع اللي انت عايزه واكتر تمام طيب باذن الله ده يحصل طيب ده لو ما حصلش انا كده كده سواء اللي انا عايزه حصل او ما حصلش انا كده كده راضي بقضاء الله بقضاء الله وقدره ليه لاني انا مؤمن لاني انا مسلم لاني انا موحد بالله وعارف ان ربنا ما بيجيبش الا خير فانت عملت اللي عليك ما يشغلكش اي حاجة تانية تيقن ان انت نفست الوصية والنتيجة بتاعت ربنا وكل اعملوا فسير الله عملكم فربنا شاف عملك وربنا شاف اجتهادك وربنا شاف انك تعبت قد ايه فاللي جاي ده بتاع ربنا وكده كده اللي جاي ده خير خلاص طيب ده اول حاجة فصديقي الفترة اللي جاي دي او الساعات اللي جاية ما تقلقاش خالص وخليك كده هادي ورازين وقول ان شاء الله اللي جاي كله خير وانا راضي باللي ربنا هيجيبه تمام طيب قرأت جملة جميلة جدا جدا لدكتور عبد الرحمن ذاكر بيقول الفشل هو ان تفتح عينيك فتجد نفسك في حفرة من حفر النار ما دون ذلك فهو نجاح يعني انت عملت اي حاجة في حياتك فان شاء الله ده نجاح طالما مش بتعديك النار وانت اكيد اكيد ما اشتغلتش في ثالث سنوات عشان تخش النار انت اشتغلت عشان تبقى حد كويس وعشان تنجح وعشان تفرح اهلك غيتك وهدفك كان هدف سامي وكان هدف كويس فصديقي ارجوك 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 تماسك تماسك في اللحظات اللي جاية وفي الساعات اللي جاية ان شاء الله اللي جاي خير وابشر وخليك كده متفائل ومهما يكون النتيجة مهما يكون المجموع انت هتحمد ربنا وهترضى بقضاء الله وقدر تمام طيب ان شاء الله ربنا هيكرمك ان شاء الله ربنا هيكرمك يا رب يا رب وكلكم مجمعة توصلوا للي بتحلموا بي يا رب يا رب ما حدش يزعل بكرة أبدا يا رب ما حدش يبقى عايز يجيب مجموع ما يجيبوش أبدا يا رب كل الناس توصل للي بتحلم بي يا رب البيوت كلها تتمني بكرة فرحة وسعادة غامرة يعني تقر أعين كل الأولياء الأمور وكل الشباب وما حدش يزعل بكرة أبدا ولا دمعة حزن تنزل يا رب دموع الفرح تمنى مصر كلها بكرة يا رب اللهم أمين فشباب اتفقلوا انتو عملتوا اللي عليكم ان شاء الله ربنا هيجريبكم طيب كلمتين يا جماعة بالله عليكم ليه أولياء الأمور يا شباب سماعوا الكلمتين دول ليه الوالد أو الوالد يعني أولي أمرك أيا كان جماعة والله العظيم والله العظيم والله العظيم النتيجة بتتنسح تمام والحزن بيخلص يعني ده كلام يعني سابق الأوانو ان شاء الله ما يحصلش بس يعني وجب التنبيه يا شباب أو يا أولياء الأمور انتو على رأسنا والله يا جماعة لكن الموقف بتاعك مع ابنك او بنتك ساعة النتيجة والله العظيم والله العظيم ما هيتنسى طول ما هو عايش هيخليه فاكر دايما انك وقت الازمة انت عملته ازاي وقت الفرح انت فرحت معه لأ وقت الحزن ووقت الزعل انت عملت معه ايه فاولياء الامور ارجوكم عملوا اولادكم بطيبة وحنية وما حد يش يقصوا عليهم والله العظيم مروا بسنة صعبة جدا 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 لا يتحملها بشر انا بتكلم على الاحياء مثلا ما ادتي امتحان الاحياء كان فيه خمس اسئلة والله العظيم بتناقش انا وواحد صاحبي برضو بيدارس احياء بتناقش انا وهو رحنا في موضوع احنا بتناقش في سؤال بتاع سنة العامة رحنا في موضوع بتاع طب اصلا يعني خدنا مثلا في ثلثة طب فالامتحان ما كانش فيه اسئلة يعني كان فيه اسئلة تمام عادية لكن كان فيه اسئلة مش منطقية ده بالنسبة للاحياء واللي حصل في الكيميا اسخم وادل سبيل فالمهم يعني يا جماعة لا تقصوا على الاولاد والله العظيم اللي شايفوه محدش شافه واللي عشوه في السنة محدش عايشه ولا حد هيحس باللي هم حاسوا به غير اللي عاش التجربة مهما كون انا عايش معهم او انت عايش معهم او اي حد عايش مع المعاناة بتاع التالتة سنوية محدش هيحس بالمعاناة الحقيقية اللي الطالب اللي زاكر والطالب اللي رحى اللي امتحانه الطالب اللي الداس على وشه خلاص فجماعة كونوا رفقاء بالأولاد الله يكرمكم عشان خطري طيب الشاطر يا شباب هو اللي بيعرف يشكر ربنا على اي حاجة بتجيله عشان خاطر يسمعك المتين دول وحطوهم حلقة في ودنكم الشاطر هو اللي بيعرف يشكر ربنا على اي قدر الشاطر اللي بيتبقى من جواه ان يا رب انا مؤمن وانا عملت اللي علي وسعيد زي ما انت امرتني يا رب والنتيجة دي بتاعتك يا رب وانا مؤمن بقدر الله وقضاءه مهما كان مهما كان فرحان مهما كان انا عديد السنة خلاص انا فرحان مهما كان القضاء او القدر مهما كان المجموع مهما كان النتيجة بكرة ان شاء الله يبقى سعيد ومبسوط وراضي بقضاء الله ربنا يا شباب يا رب يكرمكم بكرة وتفرحوا كلكم اللهم امين وكل الناس اللي عندها او كل البيوت اللي عندها ناس في ثالثة سنوية بالله عليكم بالله عليكم ما تحطوش على الطلبة على الطلاب استرس الله يكرمكم ما تحطوش على الطلبة استرس ما تحطوش على الطلبة استرس. ما تحطوش على الطلب استرس. محدش يعمل الطالب وحش. محدش يقول الطالب كلمة وحشة ساعة النتيجة. والله يكرمكم. خلي كلماتكم طيبة وخلي كلماتكم رقيضة وخلي كلماتكم حلوة. خلاص? يعني مش عايز بس حد يقول كلمة لطالب ممكن تؤدي الى حاجات وحشة جدا جدا جدا. صدقني. ابنك او بنتك هو اغلى ما تملك. والله العظيم الكلية زائلة والمجموع زائل. والمستقبل كله اصلا زائل. كلنا اصلا للزوائل. لكن حياة بنتك او ابنك ونفسيتها بس. البنات يعني خصوصا والقلق كمان. النفسية بتاعتهم بالدنيا. بالدنيا. اي مدحن في دهية او اي مجموع في دهية او اي سنة في دهية. مش مشكلة. لكن نفسية ابنك او بنتك وحياتهم واستقرارهم النفسي والمعنوي اهم بكتير من اي نتيجة واهم بكتير من اي مجموع. فجماعة اكونوا رفقاء دي الطلاب. دي رسالة مهمة جدا جدا حبيت اقولها لكم قبل النتيجة. عشان عارف اللي بحصل. وقت. اعلان النتيجة. اتمنى الرسالة توصل. اتمنى الناس تعمل شير لهذا الفيديو علشان يوصل لكل اوليه الامور. وبس كده شباب نشوفكم ان شاء الله في النتيجة. ونبارك لكم يا ربي على على النتيجة الحلوة والمجموع الكويس. وانا اكيد اكيد بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.